السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء التلاميذ أهلاً وسهلاً بكم في درس اليوم من سلسلة الدروس التعليمية في الرياضيات لنكون من خلال هذا الدرس معه مكمل عدد إلى آخر إذن دعونا نبدأ أحسب ذهنياً الفرق بين عددين كل منهما عقد 30 ناقص 10 يساوي حمولة هذه الشاحنة 90 صندوقاً شحن العمال على متنها 38 صندوق رمان و32 صندوق سفرجل أولاً ما هو عدد الصناديق التي شحنها العمال؟ عدد الصناديق التي شحنها العمال 38 زائد 32 يساوي 70 ثانياً أحسب عدد الصناديق الناقصة لتكتمل الحمولة لمعرفة الصناديق الناقصة نقوم بالعملية التالية 90 ناقص 70 يساوي 20 أتدرب أولاً أكمل بما يناسب المطلوب أن نكمل المجموعات بما يناسب المجموعة الأولى عدد عناصرها 12 وتحتوي على مجموعتين جزئيتين إحداها يحتوي على 6 نجمات ولإكمال العدد الجملي للمجموعة يجب معرفة العدد اللازم والذي يساوي 12 ناقص 6 لنتحصل على 6 إذن نضيف 6 نجمات إضافية المجموعة الثانية عدد عناصرها 25 وتحتوي على مجموعتين جزئيتين إحداها يحتوي على 11 نجمة ولإكمال العدد الجملي للمجموعة نضيف 14 نجمة إضافية المجموعة الثالثة عدد عناصرها 7 وتحتوي على مجموعتين جزئيتين إحداها يحتوي على 3 نجمات ولإكمال العدد الجملي للمجموعة نضيف 4 نجمات إضافية ثانيا يتسع مأوى سيارات ل85 سيارة عد سليم ذات يوم السيارات الراسية فوجدها 43 سيارة أحسب عدد الأماكن الشاغرة عدد الأماكن الشاغرة هو 85 ناقص 43 يساوي 42 أوظف لعب مهدي ويوسف وعزيز لعبة الكويرات سحب كل واحد ثلاثة كويرات وجمعوا أرقامها فكانت نتائجهم كالآتي أبحث عن العدد الذي تحمله كل كويرة مهدي 76 ناقص 20 ناقص 25 يساوي 31 يوسف 99 ناقص 45 ناقص 36 يساوي 18 عزيز 88 ناقص 37 ناقص 14 يساوي 37 أقيم غادر قطار المحطة وعلى متنه 88 مسافرا توزعوا على ثلاث عربات العربة رقم واحد 24 مسافرا العربة رقم اثني بها أكثر من العربة رقم واحد بثلاثة عشر مسافرا العربة رقم ثلاثة أولا أحسب عدد المسافرين بالعربة الثانية عدد المسافرين بالعربة الثانية هو 24 زائد 13 يساوي 37 ثانيا أحسب عدد المسافرين بالعربتين الأولى والثانية عدد المسافرين بالعربتين الأولى والثانية هو 24 زائد 37 يساوي 61 ثالثا أحسب عدد المسافرين بالعربة الثالثة عدد المسافرين بالعربة الثالثة هو العدد الجملي للمسافرين ناقص عدد المسافرين بالعربتين الأولى والثانية أي 88 ناقص 61 يساوي 27 ترجمة نانسي قنقر